من ضمن المشكلات اللي بقينا نسمع عنها بين الطلاب في المدارس هي صعوبات التعلم وبقينا نشوف ناس كتيرة على السوشيال ميديا بتسأل عن حلول يا ناس تانية بتتكلم في حلول ولان فعلا الموضوع مهم وفي ناس كتير بتحاول تلاقي حلول حقيقية للمشكلة دي هيكون معنا النهاردة ضيفة مش بس مهتمة بالموضوع لا هي كمان عندها قصة ملهمة جدا مع صعوبات التعلم منوارنا النهاردة صار صدقي خبيرة صعوبات التعلم زاكي صار هاي زاكري هام عاملة ايه الحمد لله مبسوطة ان انت معي النهاردة يعني شكرا قوي ان انتوا دفورين النهاردة شكرا اول حاجة عايزة اعرف عنها هي قصتك انت شخصية مع صعوبات التعلم اوكي شور فانا ممتي الحقيقة هي اللي اكتشفت ان انا عندي ديسلكسيا بداءا من اربع سنين بس اعملنا assessment officially تقييم لما كان عندي خمس سنين والكصة بدأت من هنا بس هي ممتي الحقيقة عشان انا نص هولندية نص مصرية ففي هولندا الموضوع معروف اكتر فهي لحظة علامات معينة كده بدأت تبان معايا لما كنت بابتدي اتكلم وابتدي اقرأ فالحقيقة هي اللي اكتشفت الموضوع بس اكتشفت بدري يعني اربع سنين خصوصا ان انت بتقولي ان انتوا بتكلموا لغتين في البيت فدائما يقولوا الناس اللي بتكلموا لغتين في البيت ممكن يكونوا يتأخروا شوية عن الناس اللي بتكلم لغة واحدة لان هو بيبقى ميكس بين حكتين صح دي حقيقة احنا فعلا يعني انا موضوع اللغة دك المشكلة شوية انا برضو بتكلم تلاتة فهي لاحظت ان انا فعلا بلغبة كتير في بعض وفي حروف معينة مش عارفة فرق ما بينها لان الديسلكسيا برضو بيباليها علاقة قوي بالميررين ان انت تلغبتي حروف شبه بعض فهي ركزت قوي معايا لما يعني اول ما بدأت اني اتكلم انت اي كلمات فاكتشفت علامات كتيرة بتبين يعني ان في صعوبة في التعلم مش ديسلكسيا سبسيفكلي بس هي حست حست ان كان في حاجة فعملنا التقييم وتأكدنا طيب اشتغلتي بقى بعد كده على نفسك ازاي الحقيقة اول ما اكتشفنا ان انا فعلا عندي ديسلكسيا بالتقييم بدأت وان تو وان سيشنز مع شخص متخصص في صعوبات التعلم وطبعا كان فيه مساعدة كبيرة قوي برضو في البيت يعني مامتي بدأت تشتغل معايا وبردو بابايا فيعني انا حاولت طبعا اساعد نفسي الواحدي بس الحقيقة انا سل حوليهم منساعدوني طب هو اي حد عنده صعوبات تعالوا تفتكري ممكن يساعد نفسه في البيت ولا لازم يكون في حد مدرب مثلا مقتص او حد بيساعد لا اكيد انتي ممكن تساعد نفسك بس طبعا يعني لو الطفل لسه صغير قوي الموضوع بيبقى اصعب شوية فالاحسن انه يبقى فيه اكسترا سبورت انه ياخد دروس يعني وان تو وان مع شخص متخصص يعني الريزولت هيبقى احسن بكتير طبعا لو بتشتغل يبقى حد فاهم ودارس الموضوع طبعا عشان فيه برضو بروغرامز معينة بتستخدميها فالحاجات دي بتاعد قوي وهتسرع الريزولت يعني بتاع ان الشخص اللي عنده صعوبات معينة الصعوبات دي هتتحسن طبعا انتي بتقولي ان كمان ممتك في البيت سعادتك جامد جدا ايه هو دور البيت بالنسبة لك وبالنسبة الناس الثانية اللي ممكن يكون برضو ابنائهم او ولادهم عندهم صعوبات تعالوا يعني الحقيقة اكتر حاجة فرقت معا ان هم كانوا وقفين جنبي ان هم في كل حاجة انا بعملها يعني كنت بسقط كتير قوي الحقيقة وهما ما كانوش بيتضايقوا فدي فعلا يعني في البيت اهم حاجة ان العيلة كلها تبقى مقدرة ان انا عندي صعوبة في التعلم فما يحسسنيش ان يعني دي حاجة وحشة او لا انا بسقط مش زي الاطفال التانية فبيساعدوني وبيحاولوا ان هم يشجعوني اني اعمل احسن صارة ازاي حاولتي المحنة دي ذي نجاح سؤال حلو قوي الحقيقة يعني كل ديسلكسيك بيبقى عنده صعوبات معينة ومختلفة عن اي ديسلكسيك تاني فانا عرفت ايه الصعوبات اللي عندي وبرده عرفت ايه الحاجات اللي انا كوية فيها اللي عندي وحاولت ان انا اركز اكتر في اللي واستخدمها عشان احسن الصعوبات يعني مش عارفة لو ده حاولت استخدمي الحاجة اللي انت قرية فيها بالزبط ان انت تساعد نفسك بيها ان انت تعدي منها بالصعوبات بتاعك بالزبط بالزبط فيعني مش عارفة دي اجزاب بس يعني اركزت في الحاجات اللي انا فعلا شاطر قوي فيها يعني مثلا انا بحب الرسم فحاولت ان انا لما احب اللي مثلا نقول ان انا عندي بريزنتيشن في المدرسة بدل ما قدي بريزنتيشن كله كلمات استخدمت الرسم بتاعي عشان اشرح اللي انا بحاول اعمله فاركزت قوي في الحاجات اللي انا فعلا كويسة فيها وطبعا يعني هو الفكرة كلها ديسلاكسكس كلهم مختلفين بيتعلموا بطرية مختلفة فيستخدموا اللي هم كويسين فيه ويطبقوا بقى في المدرسة فيه ناس بتقول ان صعوبات التعلم دي بيشبوها بمرض هل ده صح ولا غلط؟ لا هو ديسلاكسيا مش مرض يعني دايما برضو فيه ناس كتير بتسأل لو فيه دوالي او حاجة بس هو لا ملوش ادوية خالص هي الطريقة الوحيدة ان انت تحسني الصعوبات اللي عندك هو ان انت تغذي دروس مع شخص متخصص في صعوبات التعلم او طبعا ان انت تساعد نفسك في البيت بس هو مش مرض بس برضو هو يعني ملوش علاج فهي حاجة انت بتتولدي بيها وبتكملي بيها طول عمرك انت بس بتتعلمي ازاي ان انت تتعاملي بيها لكن ما ينفعش مسلا تساعد نفسك وتشتغلي على نفسك ان انت تروح منك خالص صعوبات التعلم لا هي مش هتروح خالص بس قل صعوبات هتتحسن يعني هتقل يعني مسلا حد مش بيعرف يتكلم كويس او لا معلش حد ما بيعرفش يقرأ كويس بيبراكتس كتير او يقرأ كتير 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 كل يوم فعينه مسلا بتتعود على شكل كلمات معينة فبتبقى في القرية اسهل مزبوط بالزبط كأنك بتعلمي تفرص صغير اه بالزبط هي هي على فكرة يعني عمالها بفكر وانت بتتكلمي كده اولا احنا ازاي نعرف ان ولادنا عندهم صعوبات تعلمها هي ممكن تكون تريكي جدا وحاجة بسيطة جدا وحنا مش واخدين بالنا منها فهل مثلا فيه بوينس او حاجات احنا مفروض ناخد بالنا منها كامهات ان مثلا ولادنا عندهم صعوبات تعلمها لا اه اكيد ما فيه علامات بتبين زي ايه زي موضوع الميررينج ان انتي مثلا يعني هقولها بالانجليزي البي والدي دول شبه بعض الحروف دول شبه بعض فانتي عناكي مش متجمعة فبتلغبطهم هي الفكرة كلها انت بيبقى عندك بطء في الفهم فعبالما المعلومة تدخل وتفهميها وتعرفي تطبقيها دي بتاخد وقت اكتر من الشخص اللي ما عندهوش ديسلكسي طبعا فميررينج بتبقى حاجة الرايمينج زي في الحضانة الاغاني اللي بتبقى فيها رايمز دي صعبة قوي اللي هي الكلمات اللي بتبقى على نفس الوزن بالزبط اه القرية طبعا بتبقى صعبة جدا لان يعني فيه كلمات لما تيهي تقريها هي مش بتقوليها زي ما هي مكتوبة فدي بتبقى صعبة قوي على اطفال بيبقى فيه علامات كده معينة انتي ممكن شوفيها بس يا صار ما هو الطفل يعني انا وانا بذكر مسلا لابني لو غلط بين البي والدي وفي الاول هقول ما هو صغير ولسه بيتعلم مش شرط يكون ده معناه بالنسبالي انهو صعوبة صعوبة في التعلم فازاي يفرق ما هي دي بقى يعني بصي بيبقى فيه كذا علامة انتي بتركزي في كذا واحدة بس طبعا زي ما انتي قلت يعني بالذات الاطفال الصغيرة ما بتعرف فيش تقولي طب اللي صعوبة في التعلم طب هو لسه صغير طب ايه فعشان كده برضو انتي التقييم ممكن تعمليه بداءا من خمس سنين فبتحاولي يعني تشوفي علامات كتيرة وده اللي ممكن يشككك لو الطفل عنده ديسلكسي بس طبعا زي ما انتي قلت لو لسه صغير فيه يعني هلغبط او عادي ودي حاجة عادية جدا عشان كده فعلا مش كل حد بيتلغبط بيبعانه صغير طبعا بس ما انتك اخذت بالها بدري جدا اربع سنين او يعني ما انا كان عندي حياة كتير بقى الظاهر فهي لا هي شكت قوي ان انا برضو يعني الحفظ عندي كان صعب جدا ممكن قعد ساعة بحفظ في حاجة واحدة واقوم دقيقة وارجع تنسيها او اكني اول مرة شوفها فهي ركزت في نقط كتيرة قوي وبعدين عملت التاكيم وتأكدت طب هل صعوبات التعلم والقراءة دليل على زكاء الشخص او عدم زكاءه لا خالص يعني الديسلكسيا ملهاش علاقة خالص بالزكاء هي يعني الزكاء او يعني حاجة تانية خالص يعني ممكن قدي مثال البرت اينستاين الفيزيسيست هو عنده ديسلكسيا بزبط وطبعا هو يعني عمل حاجات كتيرة جدا وهي زجينيوس عبكاري او بالزبط لا يعني ملهاش علاقة خالص طيب هل الاسرة في حاجات معاينة لازم يعملوها علشان يساعدوا اولادهم غير ان هم يبقوا مركزين طبعا والكلام ده كله في حاجة تانية المفروض بتتعامل هي اهم حاجة حتى لو حاجة سيكولوجيك يعني حتى لو حاجة ديها علاقة بنفسية الشخص او بنفسية الطفل ما او دي نقطة حلوة قوي ان هي فعلا ديسلكسيا بتأثر على النفسية بتاعت الطفل او حتى يعني حد كبير في السن فالحقيقة اهم حاجة ان بس العيلة كلها يبقوا متفهمين فلازم يبقوا بيشنت مع الطفل قوي ما يتعصبوش بسهولة لو في حاجة هو مش عارف يفهمها وبجد مش نفعة خلص مش مشكلة ما تتعصبوش سبوه بس هي فعلا اهم حاجة ان هم يبقوا حاسين بالطفل شوية دي بتبقى حاجة صعوبة يعني هو الطفل بيحاول بس بجد مش عارف يعبر عن نفسه بالطريقة طبعية اكتر بالزبط طيب سقطه بتقذ بنفسه لو عنده صعوبات كتير ويعني المدرسين اللي حواليه مش فاهمينه وبرضو هو مش عارف يجيب النتائج اللي المفروض يجيبها في امتحانات او في المدرسة يبقى طبعا يعني بتبقى صعبة يعني انت الشخص اللي عنده ديسلاكسيا زي ما قلنا يعني ملهاش علاقة بالزكاء فهو كل حاجة في دماغه هو بس مش عارف يعبر عنها بالطريقة اللي المفروض يعبر عنها هو دي طريقة معينة وانتي لسه صغيرة مش بتبقي عارفة ايه الطريقة بتاعتك لازم بالوقت وبالتدريب بتكتشفي بقى ايه احسن طريقة انتي ممكن تعبري عن نفسك بيها طيب صغيرة بسبب صعوبات التعلم اللي انتي بيهتيها وانتي صغيرة اتعرضتي للتنمر اه كتير الحقيقة يعني موضوع حاسة كل حد لما بيبقى عنده حاجة مختلفة فيه للأسف بيبقى فيه تنمر فانا بالزات في الاول لما اكتشفنا اننا عندي ديسلاكسيا المدرسة ما كانتش فاهمة دي كانت ايه كمان فطالما المدرسة مش فاهمة المدرسين مش فاهمين كانوا بيتعصبوا علي قوي اه دا انتي كمان مش بس الصغيرين كمان مدرسين كبار مدرسين برضو اه فطبعا لما مدرسين يبتدوا الاطفال بيبتدوا فعني واجهت حاجات كتير بس الحمد لله يعني ازاي قدرتي تتغليبي على الموضوع دا لان التنمر دا يعني هو الموضوع اراضي صعب يعني انا اصلا مخنوقة ان انا مش عارفة اعبر عن نفسي احسن حاجة وبعمل حاجات زيادة عن الباقي علشان خاطر اعرف اوصل لمرحلة ان انا عارف اعبر عن نفسي بطريقة واضحة بالنسبة لنفسي كمان لسه في حد بيتنمر علي وانا ثقتي بنفسي مش اكتر حاجة جمدة دلوقتي لان انا لسه بحاول فازاي عديتي كل دا الحقيقة هو كان صعب بس يعني عيلتي عيلتي وقفوا جنبي جدا وكانوا دايما بيروحوا للمدرسة ويتكلموا مع كل المدرسين ولو في اي حاجة ما بتحصل بيحاولوا يعني يتعاملوا او يوقفوا في الموقف على طول والحقيقة انا برضو يعني مشيت من المدرسة الاولانية كانت مدرسة كويسة بس طبعا الطفل بيوم محتاج يعني خدمات معينة للصعوبة اللي عنده فاضطريت اني امشي عشان حاجات كتير يعني بس وروحتي على مكان تاني مدرسة تاني اه والحقيقة يعني موضوعها كانت غير خالص جالي مساعدة كتير قوي فيها بس عيلتي عشان يعني هم اللي فعلا نوقفوا جنبي نحن نقدر نقول ان اي حد عنده صعوبات في التعلم رقم واحد هو البيت اه صح؟ اه لازم لان بالذات لو انت بيحصل تنمر في المدرسة لازم ترجعي بيت وتبقي مستريحة في بيتك ما ينفعش برضو في البيت بقى يبتدي يبقى فيه مش تنمر بس الناس برضو متنشنة ومتضيقة منك اه انت ليس اتي انت ليه ما قريتيش كويس انت ليه ما عملتيش كويس لا احنا ناخد الموضوع واحدة واحدة وندي الشخص اللي عنده صعوبة في التعلم ثقة زيادة في نفسه ونحسسه ان الموضوع ممكن يتحل على فكرة او يتحسن فده بيفرق جامع جدا او قوي وعلى فكرة الديسلكسيا حاجة عادية جدا يعني ما بين عشرة لو عاشين في المية من العالم كله عندهم ديسلكسيا بس احنا مش عارفين دي بقى المشكلة فيه كتير مننا مش عارفين ومش فاهمين هي ايه بس هي فعلا هي حاجة عادية جدا وبتتعاملي بها عادي ويعني انا موجودة اهو يعني الحمد لله اتخرجت من مدرسة والجامعة وبشتغل ويعني الموضوع عادي وتقدر ان انت تعيشي بيه طيب هل لو حدا عنده صعوبات في التعلم وهو صغير ومحدش اخبال وهو مشتغلش على نفسه بتكبر معي ولا بالوقت مع السن هي بتروح لوحدها او بتقل لوحدها هي مش بتزيد هي بتبقى نفس الصعوبات موجودة ممكن تتحسن عشان طبعا هما كل ما ما يذكروا يعني يقروا الموضوع بيتحسن بس طبعا مش هيتحسن زي ما لو كانوا اخدوا دروس عشان يحسنوها طبعا يعني طبعا لو لو اشتغلوا عليها قوي عشان عارفين ان هما عندهم ديستكسيا ممكن يوصلوا مرحلة تانية خالص بس بتتحسن بالوقت يعني يعني قبلت كتحدي يقول لي انا اكتشفت وانا عندي مثلا اربعين سنة وكنت بجد بعيني في المدرسة بس حسيت انها خفت وانا بكبر يعني بتتحسن طب هل هي ممكن صعوبات التعلم تخلي الواحد ما بيخدش قرارات سليمة قرارات يعني لا هي مش بتقفكتك قرارات قوي في حياتك بس هي الفكرة ان انتي حسب مثلا انتي بتخدي قرار في ايه يعني انتي مستوعبة او يعني فاهمة بالزبط انتي مفروض تخدي قرار في ايه لان احنا برضو في سرعة الفهم احنا ممكن ناخد يعني ممكن نفهم الحاجة بطرية مختلفة يعني هادي مثال مثلا انا في المدرسة وقت المتحانات كان لازم حدي بقاعد جنبي يقرالي الاسئلة عشان انا لو قالتها النفسي بفهمها بطرية تانية فانتي لو فهمة المفروض تخدي قرار في ايه يعني صح مزبوط تمام بس لو مش فهمة اصلا انتي بتخدي قرار في ايه يبقى ممكن تخدي قرار غلط وانتي مش اصدق يعني اصدق انه لازم الموضوع يكون واضح جامد جدا بالنسبة للشخص اللي عنده صعوبة في التعلم بالزبط مزبط طب لو انتي هتقولي نصيحة لحد عنده صعوبة في التعلم صغير وكبير هتقولي لهم ايه يعني ممكن تقسمي هم اوكي ماشي للصغيرين هقول يعني اكتر حاجة انا بحب اعملها الصراحة ان انا اديهم امثلة من ناس عندهم نسلاكسيا عشان ابين لهم ان هي حاجة عادية جدا وان في ناس علامات كبيرة جدا في الحياة كان عندهم صعوبات تعلم ووصلوا للمناصب بيمكن الناس اللي معندهاش صعوبات تعلم ما يقدروش يوصلوا له بالزبط فهشجعهم هقول لهم عادي يعني لو سقتوا في حاجة مش مشكلة تجربوا تاني يعني عادي الموضوع هيعدي انتوا بس اشتغلوا على نفسكم وعرفوا ايه احسن طريقة انتوا بتذكروا بيها وكملوا بالطريقة دي فده اللي انا اقوله وطبعا يبقوا دايما عايتهم معهم ويشجعوهم للكبار الكبار بيبقى اصعب شوية يعني مفيش حاجة تانية يقدروا يعملوها قوي لانهم خلاص كبروا وخلصوا مدرسة وكل حاجة لو بنتكلم يعني عن حد اتخرج من الجامعة كمان بس هقولهم برضو ان ديستكسيا حاجة عادية جدا وانتوا الحمد لله نجحتوا في حياتكو لو حابين ان انتوا تشتغلوا على الصعبات اللي عندكو عشان تحسنوها برضو في السن ده عادي مفيش اي مشكلة بس يعني عاوزوا اقولهم ان بجد برافو عليهم ان هم وصلوا للي هم وصلوا في السن بتاعهم يعني وهم مش عارفين ان عندهم ديستكسيا بداءا من وهم صغيرين انا عايز اقولك على حاجة يا سارة يعني واحنا عايزين منتكلم في الانتروفيو واحنا بقالنا شوية حلمين منتكلم مع بعض يعني انا مستحيل على وجه الارض احس ان انت عندك اي نوع من اي صعوبات تعلم خالص يعني احس ان انا اللي جمك عندي صعوبات تعلم كلامك منظم جدا بترضي على كل الاسئلة واضح بالنسبة لك كل السؤال وبترضي عليه بطريقة واضحة جدا فيش اي نوع من اي حاجة مش مفهومة من انت بتقوليها يعني انا بصراحة مخدودة يعني ما شاء الله طبعا شكرا يعني السنين سنين دروس يعني الحمد لله ان انا فعلا وصلت للأنا وصلته بزرط بس لا بجد شكرا انا بشكرك جدا يا سارة على وجودك معايا النهاردة وانتي نورتيني ونورتي الستوديو وانتي مثال حلو جدا لأي حد مش بس عنده صعوبات تعلم اي حد بيشتغل على نفسه في حاجة شايف ان هو يقدر يحسنها ويكبر فيها ويتور من نفسه فانا مبسوطة جدا انتي بتي معايا النهاردة شكرا شكرا انا مبسوطة اوين انها النهاردة معاك شكرا وبكده تكون خلصت حلقاتنا نشوفكم الاسبوع الجاي في نفس المعين باي باي